موسيقى صباح الهانا وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح التفاقل وصباح حصن الظن بالله اهلا بكم في حلقة جديدة من بلد يوكل مع نونة على شبكة قناة BNC والأخص BNC فود أقوى قناة تبقى في نصر النهاردة يوم الخميس وخميسكم حلوة ان شاء الله وعلشان خميسكم حلوة فاحنا بنزود الحلوة بتاعته بأصناف الحلوة اللي احنا عاملينها النهاردة النهاردة ان شاء الله عاملين ثلاث أصناف حلوة الثلاث أصناف ان شاء الله أسهل من بعد الثلاث أصناف هيعجبوكم وعميلهم سهلة جدا بس قبل ما نبدأ ونشوف الأصناف الحلوة بتاعتنا النهاردة والحلوة ما بتعملش للحلوين وهم متابعي البلد يوكل من كل مكان عايزة أفكر متابعينا الحلوين من كل مكان بالأرقام اللي بتظهر معنا على الشاشة من أي رقم أرضي على زر تسعمائة يسعة سبعمائة وعشرة ومن أي موبايل على سبعتاشر عشرة انتظار مكان ما اقل بساعدنا دايما ان شاء الله طيب النهاردة قبل ما نبدأ كمان في الأصناف الحلوة بتاعتنا عرفكم هنعمل إيه؟ عايزة أشوف ستة النهاردة بتقول لنا إيه؟ طبعا دخلت شتا وما بنغسلش السجاد كتير وما عندناش بصراحة المقدرة ان احنا كل شوية نشيل سجاد ونحط سجاد بعيدا عن الناس اللي بتودي المخسلة أو بعيدا عن الناس اللي بتجيب حد يغسل لها ففي ناس كتير قوي ما بتقدرش ان هي تعمل كده طيب مش كل شوية هنشيل السجاد ونعرر البلاط ومع دخلت الشتا والولاد يتبرده والولاد يعي والكلام ده كله فلا احنا النهاردة هنشوف ستة بتقول ايه في غسيل السجاد على الناشف هنخسل السجاد على الناشف بمعنى ان هو ولا فيه مياه كتير ولا ظروطه كتير يدوب هنخسلها كده غسلة حلوة كده وتترجع زي الفل وفي نفس الوقت يدوب بس ايه تتهوى وخلاص الموضوع انته طيب بصي بقى ستة بتقولك ايه النهاردة علشان تخسل السجاد على الناشف بطريقة سهلة وبسيطة اول حاجة هتكنس السجادة بطريقتك المعتادة سواء بالمقنسة سواء بالمقاشة بس يفضل عند غسيل السجاد على الناشف يفضل ان احنا نعملها بالمقاشة علشان نصحصح الوبر بتاعت السجادة ونطلع ايه تراب او وبر فيها طيب هتكنس السجادة الاول وبعد كده هتجيبي طبق فيه مياه تكون دافية وتجيبي فرشة البلط وتحطي في المياه دي ايه فيه عندك حاجة من الاتنين يجيبي فيها حاجة من اللي بتخسط بقى السجاد ودي موجودة عند بتاع المنظفات من الشرط ان انت تجيبي حاجة غالية يا اما بتجيبي حاجة جل ممكن يكون مسحوق الموعين او سيل الموعين بتاعنا لكن ما تحطيش مسحوق الغسيل مسحوق الغسيل اللي هو البودر ده لما بتحطيه في المياه بتبدأ ان انت تعملي بالسجاد بيجير وخصوصا لو السجادة غمقة ده ما بيبقاش غسيل ده ان انت بتبقي الحاجة بتجير منك هي السجادة غيرت ده ما تغسلتش ايه المنظر ده ده بيخليك تضايق اكتر وان انت تبقي عايزة فعلا تشيليها وتغسيليها فبنعمل ايه بنجيب مسحوق سيل سواء طبعا مش قادر اقول اسمي حاجة جل من اللي بنستخدمها للغسالة او اللي هو الصبون بتاع الموعين بنعملهم في مياه وتكون دافية ونبدأ ان احنا نروح حاطين معاها مزيل البقع اللي هو برضو مش قادر اقول اسم بس حاجة للالوان بلاش نحط الابيض علشان ما يبهدلش الالوان بتاعت السجادة وابدأ اننا لو في بقع في السجادة ببدأ ان اروح واخد منها وحط عليها الاول وارجع اخسر السجادة من الاول بمعنى ايه بمعنى ان انا باخد بفرشة البلاط وبالميا وابدأ ان انا انطر الفرشة نطرتين كده ما تبقاش مليانة ميا وابدأ امسك السجادة من اولها لاخيرها علشان ابدأ ان انا اصحصح الوبرة بتاعتها وفي نفس الوقت اخسرها لو في بقع بنبدأ ان احنا نحط عليها شوية مياه صغيرين اللي فيها المسحوق اللي فيها مزيل البقع وابدأ بعد كده ارجع لها على ما ارجع لها تكون ان هي اتعاملت والبقع بتاعتها تشالي طيب ده كده احنا غسلنا السجادة بالفرشة كويس جدا بتاعت البلاط مع المسحوق اللي هو الجل او المسحوق اللي هو بتاع الموعين طيب نيجي بعد كده نعمل ايه احنا خلاص كده صبناها او كده دعكناها بالصابون عايزة بقشتف اعمل ايه بروح جايبة مياه نظيفة وروح حطة فيها اللي هو المعطر بتاع الملابس اللي احنا عملناه على قدينا قبل كده او ايه معطر انت بتحبيه برضو من عندي بتاع المنظفات وبتيجي بالمقشة الخشنة مش بفرشة البلاط احنا خلاص عملنا فرشة البلاط ودعكنا السجادة بنيجي بقى بالمقشة الخشنة تبلي في الطبق وتمطريها وتروحي ممشي لو فيه ايه وبره هتطلع زيادة بالمقشة الخشنة لو فيه حاجة لسه وانتفتش هتطلع زيادة بالمقشة الخشنة هتدى اتلاقي ريحة السجادة نفسها اتعطري طباقة زي الفل بتسيبيها تتهوى شوية او لو انت مثلا هتمسح الارض بتروحي سايبها في البلكونة تتهوى بتلاقيها زي الفل ولا فيه داع ان انت تعملي موية كتير ولا فيه داع ان انت تحطيها في البني وتخسليها ولا فيه داع ان انت تشيلي والبلاطي بقى الدنيا عريانة وولادك يتعبه جربي طريقة الغسيل السجادة على الناشف هتطلع معاك زي الفل ان شاء الله وتسلم ايديك هنعمل ايه بقى دلوقتي او ايه الاصناف الحلوة اللي عندنا قلتلكوا عندنا تلات اصناف هنبدأ بالصنف اللي احنا مش عاملين منه نسخة علشان يستوي معانا وتشوفوه اه شكله هيبقى عامل ازاي هعمل ايه هعمل المبروشة المبروشة دي او فيه ناس بيسموها مبروشة وفيه ناس بيسموها سانتا بستافلورة العجنتين قريبين جدا من بعض ونفس الشكل بتاعهم قريب جدا من بعض التشكيل بس هو اللي بسيط او اللي بيختلف المبروشة بنعمل طبقة في ارضية التارت وبنحط طبقة المربة وبنرجع الجزء بتاع العجينة المفروض بتغطى بيه الوش بحطه في التلاجة او في الفريزر خمس دقايق عشر دي علشان يشد معي ويمسك بعد كده بمسك المبشرة بتاعتنا العادية وببدأ انا على الناحية الخشنة او الناحية الواسعة ابدأ ان انا ابشر العجينة عشان كده سموها مبروشة علشان اللي على الوش بيبقى تحس انه هو منغم مش كده او انه هو حاجة انت بشراها لكن البستفلورة الجزء اللي فوق بتاع العجين بنعمل فيه ايه ببدأ ان انا افرده على كيس تلاجة فوق وتحت وابدأ افرده بالنشابة وابدأ اقطعه على اشكال وابدأ ان انا ازين به الوش وحطه في فور اللي اتنين زي بعض بستفلورة وريبة جدا 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 من المبشورة او المبروشة ايا كانت يعني فيه ناس بيسموها المبشورة وعلى انها بتتبشر وفيه ناس بيسموها المبروشة على النازلز برضو ان هي ايه بيعملوها في المبشورة فنشوف النهارده المبروشة بتاعتنا هنعملها في المبشورة مش هنعملها على شكل البستفلورة ونشوف مقدرها ايه ونمشي معانا واحدة واحدة كده عشان تطلع معاكي مزبوطة ونتجتها مضمونة مليون البي يلا ننزل المقدير يا جمل صباح الفلة عليك صباح الفلة يا شباب يومكو حلو زيكو يا رب ان شاء الله يلا بينا ما قادرنا بتقول ان احنا معانا ايه تلات كبيات دقيق كباية زبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ كباية من السكر بيتين كبار والبيت يكون بدرجة حرارة المطبخ ما يكونش طالع من التلاجة خلوا بالكن سواء الصنف بتاعنا النهارده او الكيك او اي صنف حلو فيه دقيق وفيه بيد وزبدة لازم كله يبقى بدرجة حرارة المطبخ الا اذا كانت الوصفة بتقتضي ان الزبدة كون سقعة غير كده لا اكله يبقى بدرجة حرارة المطبخ معانا فانيليا طبعا عشان البيت رشت ملح صغيرة باكت بكنبادر اللي هو 16 جرام وللواجه طبعا مربط فراولة وهنشوف هنعمل ايه طيب الدي اللي احنا عاملينه 3 كبيات ممكن يزيد وممكن يقل على حسب اللمة بتاعت العجين معانا ان انا قلت اللمة بتاعت العجين يبقى انا مش حطهه في الاول عندي ايه عندي زبدة وسكر وادام الوصفة فيها زبدة وسكر يبقى هم الاثنين بينزلوا مع بعض الاول يدربوا كويس اداني خاليط كريمي او لون الزبدة يفتح ويدخلت كويس جدا مع السكر وبعد كده انزل بالبيت مع الفانيليا وبعد كده اشوف هل هي هتلمت 3 كبيات ولا هتاخد اقل هتاخد ازياد طيب ليه مش محددة كمية الدقيق وبقول ممكن ياخد اقل او ازياد علشان كسافة الدقيق بتختلف من نوع لنوع ممكن انا اخذ اصحابي 3 كبيات كلهم ممكن حضرتك تصحابي كبايتين ونص غير كيس حتى 3 ونص على حسب الكسافة بتاعت الدقيق لان طبعا الدقيق كله مش واحد واكيد مش الناس كلها بتجيب نفس النوع طيب حطيت السكر مع الزبدة وكل اللي انا محتاجاه مضرب كهرباء بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى اشتركوا في القناة 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 اقل من معلقة اهو اقل من معلقة من الدقيق علشان ألم بقى كده وتبقى البولة عندي كلها نظيفة زي الفلة هوريكوا دلوقتي يعني ايه بولة نظيفة زي ما بنجي كده نعجن في العجان واقول لك اهو العجان بقى نظيف وما فوش ولا دقيق ولا عجين ولا اي حاجة واحنا بنلم كده العجينة بتاعتنا نصبح على الممحمد نقول له صباح الهنى اولا بيك يا شفنون ازاي ازاي حضرتك عاملة ايه الحمد لله يا رب تكوني بخير دايما نؤمرين بخير ان شاء الله يا رب دايما نؤمرين لو سمحت يا شفنون عايزة اسأل على المخاصي بش كنت عاملها ازاي عناية الاتنين حضر عايزة بالبصل ولا هتسويها ممحمد هي كانت بعد ما نظفتيها كانت مسلوقة ولا مناش فرق لا مش مسلوقة بتتعامل نية احنا بنبدأ ان احنا نسيلي القرشرة بتاعتها وببدأ ان انا قطعها وعملها ببصل كده بقارن فلفل وطمطمية ورشة ملح وفلفل اسود ورشة جسط تتبقى زي الفل فصلت نورتيني يا ممحمد بصوا بقى كده العجينة ما شاء الله عليها عمنا ازاي طيب دي كده بصوا لينة انا مش هينفع لو مسكت دي كده وجيتها بصرها دلوقتي في المبصرة عمرها ما هتبدأ ان هي تتباشر طيب بعمل ايه انا باخد كده عندي قالب التارت بتاعنا هياخد جزء من العجينة ده كده تمام ناخد منه حتة تانية والباقي اللي هو بتاع الوش هروح عاملة كده كده وعشان وقت حلقتنا انت ممكن تحطيه في التلجة لكن احنا عشان وقت الحلقة هنحطه في الفريزر خمس دقيق كده او اقل من عشر دقيق يدوب يشد معي علشان ابدأ اننا اعرف ابشرو طيب ده كده يا شباب اتحط في الفريزر ونيجي دلوقتي طيب نون انت لمدة هنتيش القالب علشان انا متأكد ان القالب بتاعي مش محتاج ان انا ادهنه وهيتفك معي بكل سهولة عشان انا عارفة الخامة بتاعته والمركة بتاعته عاملة الزيت لكن عندك لو الخامة شكة فيها اه عارفة ان هي مسلا بتلزأ يبقى احنا هنديله دهنة من الزيت خفيفة دهنة من الزيت خفيفة بصوا كده انا عايزة بصوا اقلع على الاطراف بتاعة قالب التارت طيب يا نون انا ما عنديش قالب تارت وعايزة اعمل المبروش من غير قاعدة متحركة انا عاملة بس علشان اوريكم الشكل في الاخر هيطلع عامل ازاي بس الحاجات دي ما بقسش غالية على فكرة زي الاول بقت متوفرة كتير في كل مكان مش شرط الجيبي خامة اه غالية ممكن فيه الاولي بالتارت الالمونيا وبرضو بقاعدة متحركة وبتترفع وكل حاجة بصوا كده انا ببدأ ان انا من النص وابدأ ارفع للاطراف علشان اخد شكل بصوا شكل الالب اللي انا شغالة فيه ونصبح على سالون قل له صباح الهنة الو الو صباح الفل اللي عامنا ايه الحمد لله يا كوهيد يا رب تكوني بخير دايما عايزة طريقتي الدونت عناية لتنين حاضر حضري يا رغدا لو سمحتي عناية لتنين يا سالون ليك تلبات تانية لا شكرا نورتيني يا حبيبتي صباحك هنة والسعادة بصوا بعمل ايه ببدأ ان انا ابطق كده وكل سهولة هو بترفع على الاطراف بتاعت الالب اه بالشكل ده ونصبح على مروان قل له صباح الهنة ام نروانة ام نروانة حقك عليا حبيبتي قلب بحبك zob والله حبيبتي الله يسعد قلبك ما نحرمش منك ابدا تتسلمي لي انت عامنا ايه اخبار plate انا بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير تتسلمين والحمد لله قولي لي ياني انا روانة طيب حاببتي قولي لي يعني اي ان روانة عايزة اسأل على انو ا اشتقى عملها سامنة عناية لتنين حاضر بس قوليلي الاول انا هجاوبك على سؤالك وانت جاوبيني على سؤالي اه يعني ايه نروانة نروانة ظهر مدستان يا حبيبتي ربنا يسعد قلبك بيها يا رب الله يخليكي ما تحرم منك ابدا عناية الاتنين هقولك على اشطة حلوة تعمليها للزبدة عناية الاتنين بص يا مونروانة افضل حاجة تعمليها تكون اشطة للزبدة هو مش هينفع اصلا تجيبي اشطة جهزة علشان تعمليها زبدة اللبن الجموسي اللي هو البلدي اللي هو بيجي مثلا من عندي لبان تبقي انت ضمنه علشان مايبقاش مثلا غاشش اللبن او مثلا مش حاطت مثلا مادة فيه ان هي تعمل اشطة وخلاص لأ لبن يكون كويس كامل الدسم بتبدأ ان انت تغليه وتغليه وتسيبيه ما تجيش جنبه خالص سيبيه كده على رخامة المطبخ ساعة ساعتين وبعد كده غطيه بحاجة وحطيه في التلجة لتاني يوم هتقومي الصبح تلاقيه عامل طبقة اشطة اللهو اكبر بسم الله ما شاء الله قد كده تبدأ ان انت بحرف المعلقة كده تبدأي الجمعية وحطيها في علبة جمع المدة مثلا شهر في علبة وحطي في علبة وحطي في التلجة في الفريزر تجي في اخر الشهر تبعد كده تروحي مطلعها نبدأ ان احنا نروح حقنها في ايه في الكبه تحطيها في التلجة مثلا في رف التلجة حوالي مثلا ايه نص ساعة تبدأ ان هي مش تفوق لأ انا عايزة بس ان هي ايه تبدأ يعني تترسلنا علشان لما تحطيها في الكبه وتكوني محضرة جنبك مية بتلج تروحي حطيها في الكبه وتبدأي تشغلي عليها وانتي بتحطي لها ايه معلقة معلقة مية متلجة هتلاقيها ان هي بدأت تلف هتلاقيها ان هي مش توليها تتكب عليها وتسيبيها لأ كده ممكن ان هي تفصل وتسيل منك لأ تقطعي يعني تشغلي مثلا خمس دقيق كده وتفصلي مع معلقة معلقة من المية اللي هي السقعة دي هتلاقيها بعد كده بدأت ان هي تفصل تلاقي بدأت ان هي تفصل السنة لوحدها وبوقت تنزل شرش او مية تلاقيها ان هي بدأت ان هي تجمع هتلاقيها بدأت تجمع كتلة كده صغيرة تغديها وتكوريها باديكي حطيها في طبق او حطيها في كيس تلاجة وشيليها في الفريزر هي دي كده بقت سمنة طب انا عايزة دلوقتي اعملها سمنة ان هي خلاص تبقى سايحة ما فاش اي مشكلة اعملي الكيور دي وحطيها في الفريزر يومين تلاتة تشد بس معاك ورجع بعد كده طلعيها وحطي حلة على النار والحلة تكون الامونية وخلي بالك من اللي انا بقوله اي لازمت ان الحلة تكون الامونية هي بتبقى بتستحمل الزبدة ما يبقاش ان هي سيراميك او جيرانيت هتنسعلك الزبدة طيب وتروحي حطة معاها معلقة الملح تروشيها عليها كده وتهدي النار خالص ولا تستعجلي ولا تقولي اصلها هتاخد وقت ممكن اصلا تقض على النار حوالي اربع خمس ساعات بس على نار هدي على الشعلة اللي هي بتاعت القهوة علشان تاخدي مورطة حلوة وتاخدي كمان في نفس الوقت حبة زبدة حلوية ترجع بعد كده هتلاقيها فصلة وترجع بعد كده هتلاقيها وهي بتغلي بتطلع من على الوش كده رغاوي او ريم تبدأ ان انت تشيليها بالراحة علشان ما تكونش المعلقة فيها مطرح اكل ولا المعلقة مبلولة ولا المعلقة فيها اي حاجة وترجع بعد كده تشيلي الرين دوتنا عليها بالراحة كده وهي النار بتغلي عليها الملح اللي انت عملتي ده هو اللي هيعملك المرتف الأرضية ترجع بعد كده لما خلاص ساحة معاك خالص ووصلت ان انت فعلا هي السمنة دي اللي انت عايزها تقفلي عليها النار وتسيليها تهدى خالص بعد كده مصفة او شاش وتصفي واللي يفضل في الاخر ده بقى اللي هو متملح وهيبقى واخد الحدوئية بتاعت السمنة كلها هو ده هيبقى المرتف هيبقى عندك علبة فيها مرتفة وعندك بطرمونات السمنة وصحتين وعافية على قلبك كده بصوا كده عملنا القلب بتاع المبروشة وروحنا حطيني المربو على الوش تعالوا نطلع فاصل نرجع من الفاصل تكون شدد في الفريزر شوية علشان لما ترجع هنمسكها ونبدأ ان احنا نبشرها او نبروشها ايا كان اللغة اللي بتقولوا بيها في الحتة الفتحة ديت او اللي هو البرش الواسع مش الدية ماينفعش اي شكل من دول لازم اللي هو ده علشان يديني النتيجة اللي انا عايزها نطلع فاصل نرجع نكمل المبروشة بتاعتنا فرن بتاعنا اشغال على درجة حرارة 180 ونرجع ونسوف هنعمل ايه خليكم مستنيين سويا وراجعين مع نونة والبلد الزمغي موسيقى ورجعنا من الفاصل بصوا كده احنا قبل ما نطلع الفاصل حطينا الجزء بتاع العجينة بتاعت المبروشة او المبروشة او المبروشة بصورة حطناها في الفريزر علشان تشد شوية لو عندك وقت ممكن تسيبيها في التلجة بس برضو انت وانت شغالة انا مش عشال الهوة بس انا عايزك وانت شغالة برضو تشتغلت سرعة يعني على ما تبدأ ان انت خلاص عملت العجينة اسميها ربع وثلاثة اربع حط الربع في التلجة او في الفريزر يشد معاك على ما تبدأ تفريد دي في الصينية او في القلب بتاعك وتحط المربو يبقى يدوب مسكت نفسها كده علشان تبدأت يشتغل على طول طيب دلوقتي هي حطناها في الفريزر وبصوا كده هروح عاملة كده بصوا مسكت عن الاول وهبدأ ان انا اجيب المبشرة بتاعتي وابدأ ان انا اعمل كده شايفين الشكل طيب نونا انت قلتي انت قلتي ان المبروشة قريبة جدا من البستة فلورة ممكن ان احنا نعمل ايه العجينة اللي في قدية دي بدل ما ان انتو تحطوها اه وتبروشوها كده او تبشروها كده نفس النظام حطيها في التلاجة شوية او في الفريزة بتبدأي بعد كده تمسكيها تفريديها بالنشابة وتبدأي تقطعيها بالقطاع اللي هي بتاعة البيتزة المشرشرة تدي اشكال بقى عندك قطاعات على شكل قلبة على شكل دايرة على شكل نجمة عايزة تحطي اشكال على الوش كده زي ما انت عايزة عايزة تمسكي قطعت البتزة المشرشرة وعايزة ان انت تقطعيها خيوط رفيعة وتعمليها بشكل كده زجزاج او بشكل اه عكس بعضها كده عشان تدي شكل حلو برضو زي ما انت عايزة دا متاح ودا متاح واللي انت عندي كل عايزة تعمليه زي ما انت عايزة عمليه بتبدأ ان انت تبصري كله كده اه حاضر عنايا الاثنين فيه حد قالت اسمها ولا؟ طيب فيه سيدة فاضلة اتصلت بينا في الفاصل وقالت ان المورطة ممكن ان هي يتحط عليها شوية شرش من الجبنة ويتحط عليها شوية شطة وبتتحط في المش دا طبعا كلام صح جدا 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 وبيدي تطعيمه للمش خطيرة وممتازة وفي منتهى الجميع وكانت تكلمت عن الزتون القلمات بتاعنا اللي احنا عاملينه كانت عايزة تعرف انا شريا منين وطريقة التخليل انا شريا والله من السوق السوق دا اللي عند ممه وبعدين في سوق الجيزة في اي حتة هتلاقيه موجود هو مبقاش يعني مبقاش كتير زي الاول ومش هتلاقي ولا تفاحي ولا عزيزي هو دا الوحيد اللي موجود دا لو اتلاقي يعني لان خلاص موسم الزتون يعتبر خلاص اللي جاب جاب واللي ايه خلل خلل وخلاص على كده فهتلاقيه في سوق الجيزة بتاع الخضار او اي سوق كبير من بتاع الخضار هتلاقيه موجود فيه طيب خللناه ازاي الزتون القلماتة بيجيبيه بتخسليه وتشتفيه كذا شطفة وبعد كده بتحطيه في طبق وتخط عليه مية تنقعي يعني وتغيري له المية بتاع تضيه لمدة اربعة تيام واربعة تلات تيام اربعة تيام بس تخليه باربعة تيام بيبقى حلوق كل يوم تقلبيه كده وتروحي مغيارة المية هتلاقي المية بتاعته مسفرة تفضيها وتروحي شطفة الطبق اللي انت كنت عاملة فيه وهتبدأي ان انت تغيري المية بتاعته لمدة اربعة تيام تيجي بعد كده تروحي غالية مية وتروحي محضرة وحطة فيها شوية الملح وتزبط الملح كده بالحدء بتاعك ويكون اكتر من المعتاد يعني اكتر من المعتاد يعني مايبقاش الملح بتاعة مزبوط لا هو شط طبعا هو مخلل فيبقى اكتر شوية بصوا كده قبل ما اكمل للزاتون انا مش هحتاج بقية العجينة دي بصراحة فعشان كده يعني انا شايفة ان انا بشارت كتير قوي فعشان كده ايه يعني وزنوها بعينيكم خلوا المقدار بتاع العجينة اللي في الارضية وخلوا حطة بس هي ايه تبشر فوق الوش فيه ناس كتير ما بتحتاجش للبشري ده كله بتحتاج حطة صغنانة خالص علشان تبقى المربة بينه انا بصراحة بحب ان اللي يبقى فوق يبقى كتير بالشكل ده كده علشان ابقى حاسة ان انا فيه طبقة فوق وطبقة تحت بكلها طيب الحطة الصغنانة اللي انت شلتها دي يا نونة حرام ان احنا نرميها اه طبعا حرام طيب ممكن نعمل بيها ايه لو انا مثلا عاملة الاوالد دي كده حجمة اصغر وفضل مني عاجين اعمل ايه لو عندك اوالب طارت صغنانة اعملي فيها يعني افرديها فيها ويسويها وبعد كده لما تطلع احشيها اي حاجة طب استمى هاتيلي اوالب صغنانة بتاعت الطارت هاسيبها مش هارميها وهوريكو هعمل بيها ايه تعالوا نحط المبروشة بتاعتنا في الفرن وخلوا بالكم عشان الحركة دي بتحصل معنا ستات كتير القالب بتاعنا لو ليه قعدة متحركة لو ليه قعدة متحركة اوعي تشيلي مني على المطبخ وتروحي حتى اديكي من تحت كده هتلاقي مرة واحدة راح القالب طالع من بعضه واللي انت عملتيه كله باز فقدام القعدة متحركة تخلي بالك الموضوع ده كويس يتمسك من الاطراف علشان ما يبص مني كويه يختخصريه الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180 انا عايزة الشبكة تكون في النص ما تبقاش قريبة من الشوائي لو انت عندك ما بيشتغلش فوق وتحت يبقى تامين شغالي تحت بس بيشتغل عندك فوق وتحت يبقى الشبكة تبقى في النص كده نشيل القالب من الاطراف ونحط كده وانتبعها عشرة دقايق وتبدأوا تبص عليها التارت معروف انه هو ما بياخدش وقت وده يعتبر شبيه قوي بعجينة التارت فمش ياخد معايا وقت في الشغل فنخلي بان عشرة دقايق ونبص عليها ونشوف هتعمل ايه على ما يجبون اولي بتارتز غننة العجينة اهيه هشوف هورديكم تعملوا فيها ايه من غير ما تبصروا من فوق الوش ولا الكلام ده كله يعني ممكن العجينة دي تعمل لي اتنين صغيرين وهورديكم ممكن نحشيهم ايه كمان طيب عملنا كده المبروشة وحطناها نرجع نكمل الزتون نقعناه ثلاثة اربعة ايام وغيرنا الميا بتاعته الميا اللي تنزل السفرة دي بتسحب المرارة اللي في الزتون رجع خلاص عدى ثلاثة اربعة ايام غليت مياه على النار وستها تغلي حبة حلوية وبعد كده ستها تبرد وبعد كده من لحتها الملح يكون ازجاد من المعتاد بتاعي علشان تضرب عن ده نخلل فلازم يكون حادق شوية وبعد كده بروح عاملة ايه مسكة البطرامون حطة فيه ويكون متعقم حطة فيه الزتون وابدأ ان انا احط الميا اللي احنا عملناها وغليناها وهطنا فيها ملح وفي الآخر بروح حطة حبة زيت على الوش واقفل البطرامون كويس جدا ما بحطس اكتر من كده شايفين شكله اهو وكل يوم كده او يومين تبدأ ان انت ايه تمسك البطرامون تديله تقليبة علشان الزيت يختلت مع الميا اللي جوه ويبدأ ان هو يديك سيوة كامل مش هشيله من هنا الا لما تشوفوا شكله عامل ازاي وتخليله عامل ازاي كمان طيب اتكلمنا عن تخليل الزتون القلماطة واتكلمنا عن المبروشة وهنشوف دلوقتي قليبين ترت صغيرين عشان نعمل اللي فضل من عاجينة تعالوا دلوقتي نعمل الرواني او كيكة السميد ما تتعملش بسميد صافي لا بتبقى بخليط من الابيض بتاعنا وسميد البزبوسة او دقيق السامولينة هتنزل المقادير بتاعتنا على الشاشة بس قبل ما تنزل المقادير يا جمل انا عايزة اوريهم اللي احنا عامليله احنا عاملينه النهاردة في طقم راك زي ما انتوا شايفين كده ومسوينه فيها في الفرد يعني مش محتاجة ان انا اجيب صانية ومش محتاجة ان انا اعمل في اوالب لا انا مسوية اهو في البولات عايزة تقدميها زي ما هي كده قدميها عايزة تقليبيها زي ما انا ما هقلبها حالا دلوقتي كده هنقلبها مع بعض نجيب بس كده حاجة بسن رفاية طبعا احنا دهنين الاوالب زيت ونبدأ نعمل كده بسم الله وساقينها شرباط بس يستحسن لو انت بتعملي فقاط قمراك مجرد ما تسق الشرباط وتهدى شوية تبدأ تقليبيها علشان الشرباط ما يبدأش ان هو يبرد ويلزق في القالب وتطلع لك ازاي ما انت عايز بسم الله بسم الله بصوا كده المنظر بسم الله ماشاء الله بصوا شكل القالب من جوه نصبح على دكتورة ولاق واحنا بنقلب قالب تاني كده من الرواني صباح الفل يا دكتور صباح خير يا تفنونة ازاي حضرتك عاملة ايه الحمد لله زاكي حبيبتي عاملة ايه يا حبيبتي تقول ما انت بخيرة بانورة المكان زاكي حبيبتي حبيبتي تسميني بقولك اي تفنونة عايز بس اقالك على اللفت ونبع عشان بيبوز معايا عنية لتنين تجربيه بطريقتي وان شاء الله ما فيش حاجة اسمها يبوز عنية تخيل اللفت الله يخليك عنية عنية لتنين عنية يا دكتور عنية نورتين زي ما قلتلكم نبدأ ان احنا مجرد ما تهدى نسقي بالسيرب علشان ان هي تنفع تتقلب معي بصوا المنظر بصوا المنظر شايفين المنظر عاملت زي من جوه ولا لازق فيه الحاجة ولا الكلام ده كله عشان اعرفكو بس ان هو بيدخل الفرن عادي بنسوي فيه عادي زيه زي اي صانية عادية بيدهن زيت بتحط فيه الخليط وبما بيطلع بتسيبي الرواني تهدى ما ينفعش تسقيها وهي سخنة وما تبرطش لأ تهدى بس شوية نروح ساقينها بالشرباط او العسل اللي احنا عاملينه ونرجع بعد كده نطلعها بالشكل ده بس المجرد ما ساقينا الشرباط نبدأ بعدها نفكت علشان كل ما بتقعديها بالشرباط في البولة كل ما هتبدأ ان هي تلزق في البولة زيادة فلا انا مش عايزة او مش هتلزق هنقول ان العسل او السيرب هيبدأ ان هو يقفش بسم الله ونصبح على ام يحيان ونقول الله صباح الهنى السلام عليكم عليكم السلام ونحط الله وبركاته ازيك يا ام يحيان ازيك يا Cheikani الحمدلاله يا حبيبتي بخيرت ايه المشكلة اللي بتطلع معاك مش مزبوطة ايه السوس بتاعها ولا الشاورمة نفسها ولا الرز ولا ايه ايه لا الشاورمة نفسها الشاورمة نفسها عيوني لتنين هقولك حالا طريقتها عناية نورتيني يا ام يحيا صباحك انا وسعيدة حبيبتي نورتيني بصوا كده بعد المفروض ان انت بعد ما بتسقيها بتبدأ ان انت تقلبيها على طول بيبقى لسه فيها شرباط موجود هبدأ ان انا اديها بس سنة بسيطة كده يلا بينا هنزين الرواني بتاعتنا وتعالوا نطلع فاصل هنرجع من الفاصل نعمل ايه نعمل بقى الرواني ونشوف كده يا جمل قبل ما اطلع عايزة اقطع منها كده ونشوف لونها الحلو اللي جوه عامل ازاي وليه لازم يكون الرواني اللون بتاعها بالشكل ده كده بص كده يا جمل بسم الله بسم الله ما شاء الله بص كده شايفين اللون هعمل ازاي ده اللون الحلو واللون المطلوب بتاع الرواني اه عاملينها فولات راك وزي ما انت شايفين كده ولا لازقت ولا اي حاجة طب نطلع فاصل نرجع من الفاصل نشوف اتعملت ازاي وطلعت ازاي بالجمل ده ونبص كمان على المبروش يا جمل وحنا طلعين كده بسم الله ما شاء الله الله هو اكبر خدت اللون الحلو اللي احنا عايزينه بدأت الاطراف بتاعتها تعلى شوية عن القالب يعني على ما نرجع ان شاء الله تكون استاوت علشان نطلعها ونسيبها تبرد خالص اهم حاجة اهم للشغل وضبط الشغل نطلع فاصل خليكم استنيين شوية وراجعين مع نونا والبلدين اشتركوا في القناة ورجعنا من الفاصل بعد ما شوفنا الروان الحلوة بتاعتنا وهنشوف حالا عملناها ازاي ووصلناها اللون ده ازاي تعالوا نطلع المبروشة بتاعتنا او المبصور الله هو اكبر عليها وارجع واقول خلوا بالكم وخليكم فاكرين كويس جدا ان ان القالب بقاعدة متحركة يعني لما نيجي نطلعها من الفرن نطلعها من الجواني بقوعه وطيجه وتقوله يعني رحو مشادين الحرف بتاعه وكده تروحو محطين ايدكم من النص هي طريه ما ينفعش ان هي اصلا تتقطع دلوقتي فهبدأ ان انا اعمل ايه؟ هطلع كده بسم الله وتطلعوا بالراحة خالص مفيش حد بيجري وراكو علشان ما تضيعوش تعبكو في الارض وابدأ ان انا اطلع كده وامسك ملحرف ملحرف علشان تطلع معايا مظبوطة وما تفكش مني بسم الله ماشاء الله تتقطع دلوقتي او 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 ما تجوش جنبها خالص نسيبها تبرد براحتها دلوقتي العجينة طرية وفي نفس الوقت المربة من جوه سايحة وسخنة هتجي تقطعيها هتفتت من ايديك وهتقليها بالمعلقة طب وليه اعمل في نفسي كده بعد الشغل والشكل الجميل في منتج الجمال ده يعني استعجل لا هنسيبها تهدب راحتها خالص وعلى اخر الحلقة كده هابدأ ان انا اقطعها طيب قلنا الحتة اللي فضلت من العجينة عندي قلب طارت صغير صانية صغننة ايا كان اللي موجودة عندك قيد اهم ما عنديكش قلب طارت استخدمي صواني صغننة كده زي ما انا استخدمت اه سلنا من الزيت خالص اهو طيب انت يانونة في القلب الكبير انت ما دهنتي الزيت ايهو ما انا قلت علشان انا متأكدة ان القلب الكبير موجود اصلا في قعدة دي حاجة تاني حاجة مش محتاج ان انا ادهن حاجة فيه لكن دي قاعد قلب الامونيا فانا محتاج ان هو يدوب ااخد دهنت الزيت علشان لما حط فيه العجينة واجي اطلحها تبقى طلعة مزبوطة طيب حاجة مهمة جدا عايزة اقولكو عليه لما نيجي نعمل الطارت وهنيجي نحط فيه فكهة وانا قلت الكلام ده قبل كده ونحط فيه فكهة نحط فيه كريم شنطية نحط فيه ايا كان الحشوة بتاعته لازم نحط له طبقة عزلة يعني ايه طبقة عزلة اصلي دي عجينة والعجينة ديت لو حطيت عليها حاجة طرية هتبوش هالي لكن انا عايزة امسك واحدة الطارت كده زي ما بنجيبه من محلات الحلواني من برا تبقى القطع مسكة نفسها طب هما بيعملوا ايه علشان القطع تبقى مسكة نفسها بيروحهم مغلفين الطارت نفسه بيغلفو بايه نونة بيغلفو بصص شكولاتة زي ما انا ما هعملها لكو دلوقت دلوقت العجينة اللي فضلت معي ايه من المبروشة هينفع تشغاليها طارت اه ينفع شغالها طارت هتقول لي لأ هي عارفة ان هي مش طارت هروح عاملة كده ست المصريه بفيش حاجة بتوقف قدامها او اي ست عموما همسك حتة العجين كده اهي في ادية ما شاء الله زي ما انت شايفين كده وهبدأ ان انا قادي الصنية اهي وهبدأ اعمل كده ونصبح على مدام نعناع ونقول له صباح الهنى صباح النور على حبيبة قلبي حبيبت اللي يسعد قلبك ما تحرمش منك عمل ايه؟ حاهمل ايه يا حبيبتي انا بخير يا حبيبت اقول من انت بخير تستلمي للحبيبال يا ربي دايما انت انت في خير حبيبت قلبي حبيبتي ما نحرمش منك ابدا نوعنا و تم Range سلم عمرك من كل شر يا ربي تستلمي يا ربي خليك يا حبيبي حبيب谷 يا ربي خليك حبيبتي حبيبتي نورتين ألف سلامة بسو كده بكل بساطة وبكل سلاسة اه ما خدتش مني حاجة عايزة تعمليها بفضل منك عاجينة وعندك اوالب اللي هي القف كيك اعملي فيها ومش هتقولك لا رفعت بس شوية كده علشان تبقى عاملة اكنها قاعدة عشان لما يجي احشيها تاخد الشكل اللي انا عايزة يبقى دي هي واحدة كمان وإحنا بنصبح على الحاج جمانيان ونقول له صباح الهنا صباح الحدفول اللي عاملة ايه الحمد لله ازاي حضرتك عاملة ايه انت عاملة يا حبيبتي انا بخير يا حبيبتي سلم عمرك يا رب من كل شر تسلمين ما نحرمش من النجاة بخير الحمد لله كلهم بخير يا حبيبتي اسلامي الله يسعد قلب اه طبعا اه طبعا اتفضل اقموريني الله يخليك عايزة اقول له احمد شعبان كل سنة انت طيب نزل تعيد ميلادة كل سنة هو بألف خير وعايزة كلمتين حلوين منك يا شيف نولا بقى ليه يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يطمينك عليه كل سنة وانت طيب يا احمد ويا رب يا حاجة اماني بيحاولوني عليك صعب لك كده يا شيف بيبقى ضغط تليفونات والله حقك عليه حاجة اماني حقك عليه كل سنة وانت طيب يا احمد ويا رب الحاجة اماني تفرح بيك احلى فرحة يا رب واتمي الجزء بتاعك على خير بصوا كده دلوقتي انا عملت ايه طيب نون انت عملت دلوقتي بالشكل ده ومجرد ما تدخليها الفرن انت مش حشيها حاجة فدي كده بنتعامل معاها معاملة المبروشة لكن هي مش بتعمل طيب عشان ما تقبش من نص خلوا بالكم اللي انا بعمله هاعمل كده احنا دلوقتي بنعمل او بعمل العجينة بتاعت المبروشة معاملة التارت وفيها بكمبودر دي لو دخلت الفرن وماش عليها حشوة من النص هتبدأ تقب وتبقى عاملة زي الرغيف فعلشان ما تقبش من نص انا روحت عاملة كده ايه نونة دلوقتيها تارت خالص يعني معنى كده ان انا ممكن لو عاجينت المبروشة معايا بتطلع مظبوطة وزي الفل اعمل بيها التارت اه طبعا نعمل بيها هتقول لنا لأ مش هتقول لنا لأ ما فيش حاجة بتقول لأ ادي الفرن عندي على نفس درجة 180 ادي القليبين اه طب دي خدت ما كملتش عشر دايق دي هتاخد ايه مجرد ما تتغلف وتاخد اللون نبدأ نطلحها يعنيكم معايا يا شباب علشان ما ننسهاش وتتحرق بتطلع بنسبها تبرد وقبل ما نحط فيها الحشوة نبدأ نغلفها نعمل لها طبقة عزلة بينها وبين الحشوة اللي تتخط طب يبقى احنا كده عملنا زي ما بنقول من الفسيخ شربوط يعني ايه يعني من صنف واحد عملنا كذا حيجة من عاجينا ملهاش اي علاقة بالتارت حولناها التارت بالحشوة بتاعتها وهتطلع معانا زي الفل ان شاء الله طيب يلا كده يا جمل نبدأ ان احنا نشتغل في مقادير الرواني ونشوف طلعناها ازاي بالشكل الحلوي ده وهنطلحها ازاي برضه في الاوالب بتاع تراك ونطلحها باللون الجميل اللي انتو شايفين ده طيب المقادير بتاعتنا يلا بينا مقادير الرواني هتنزل دلوقتي على الشاشة نصورها ونكتبها مع بعض على طول طيب كباية سكر اربع بدات معلقة صغيرة فانيليا لون اصفر بودر يعني ايه بودر جل لون اصفر جل لون اصفر جل طيب ليه ما بتستخدميش البودر يا نونة ما باستخدمش البودر فحاجة زي دي بالاخص الرواني علشان ما يبدأش انه هو يخرز يعني ايه خرز يعني يخليلي الكيكاية منقطة يخلي الكيكاية منقطة لكن باستخدم الجل اهو الجل افضل حاجة علشان يديني خليط كله لون واحد معلش الورقة الاولانية تانية يبقى احنا حطينا ايه بصوا انا حطا لكم المقادير اللي مع بعضها الاول مع بعض سكر بيد فانيليا لون اصفر جل تعالوا كده اهو ادي البيد اربع بيضات الاربع بيضات ويكونوا جبار لو لقيناهم صغيرين نبدأ ان احنا نحط خمسة ويكونوا في درجة حرارة المطبخ مش من التلاجة اربع بيضات ومعهم فانيليا هبدأ ان انا اخلطهم كويس اوي وبعد كده هنزل بالسكر شوية شوية وهو برضو المضرب شغال مع اللون الاصفر ولازم يبقى جل طب يا نونة لو عندي اللي هو بودرة الزعفران اللي هي بعمل بيها الاكل تنفع لا مش هنبوز الطبخه عشان بقرش ملح يعني ايه يعني ماينفعش ان انا هيكون عندي اللون الاصفر اللي هو البودر دوت اللي هو بتاع البودر الزعفران اللي بيستخدمه للاكل وحطه هنقولي لي مثلا هيدرب كويس حتى لو اتضرب كويس مجرد ما بيدخل الفرن بيبدأ ينقر بيبدأ يحبب يخرز يبدأ ينقط لك كده تحس ان في حتة فتحة وحتة غمع مع انك بتبقي ضربها زي الفرن بس ما تعرفيش اللي بيحصل في الفرن للون فالافضل عشان ناخد لون مختلط كويس اوي او لون يعني متوزع كويس اوي خلينا في الجلة قضي طيب يبقى بيد فانيليا سكر لون نضربهم مع بعض ارجع بعد كده اروح حطه كمية الدقيق مع السميد مع البكنباضة واخلطهم كويس وروح حط الخليط على بعض وابدأ ان انا اخلط كله مع بعض ابدأ بعد كده امسك القلب اللي انا هشتغل فيه همسك مثلا البولات بتاع تراك ايا كان اللي هتشتغل بيه هبدأ ان انا ادهنه زيت كويس وابدأ احط في الخليط تعالوا كده نبدأ نشوف هنعمل ايه حطينا بيد وفانيليا بسم الله موسيقى 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 المترجم للقناة 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 بسم الله بسم الله بسم الله برضي يا فاتح لا 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 انا هعمله فيش حاجة بتوقفوا صادنا بفضل ربنا كده تمام كده تمام يلا بنا حطينا البداية يلا بنا بصوا بخلط البداية مع الخليط شايفين 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 بقى انعم ازاي من الاول بقى سالس ازاي على المضرب بصوا نعم بالشكل ده كده بصوا المنظر بقى هخفي من الاول وهيديني النتيجة اللي انا عايزاها ارجع بعد كده اعمل ايه عندي الفرشة وعندي الزيت وابدأ ان انا في البولات بتاع تراك ابدأ ان انا ادهنها الزيت كويس زي ما بتعملي في اي قالب بتدهني كويس علشان يطلع معاك مظبوط اه بسم الله مش كل دوت البولة صغيرة زي دي لا هبدأ ان انا اوزعه على باقي البولات بصوا كده ولازم الجوانب كلها تتعمل طب يعنونا هو بترشد ايه ولا اي حاجة هو دهنة الزيت وبس فرن بتاعنا شغال على درجة حرارة مية وتمانين طيب بنحطه منه للشبكة لا هنا بقى نستنى شوي طيب بنعمل ايه بنكون محضرين صوج او صنية عندنا وده ان انا احط فيها الخليط بتاعك بسم الله علي كده بيستوي زي الكيكاية يعني مقدرش ان انا اروح حطه بسم الله اروح حطه الخليط واملهه على الاخر لا طب ما يفيها بكنبودر الجدعين فلازم ان هي تبقى مزبوطة بالشكل ده كده بصو شايفين حد يقول لي ايه نونا هي عاملة كده ليه دي لما تدخل الفرن هتبدأ ان هي تفك مع بعضها طب انت قلت ان هي مسلا الخليط بتاع هيبقى عامل زي خليط الكيك هو اخف اهو خف من الاول لكن مش سايل اهو وارجع واقول الخليط يبقى مش كامل يعني ماملاش البولة اوعي تملي البولة هتعمل زي الكيكاية هتبدأ ان هي تطلع من البولة وتفور فلازم الخليط يبقى المقدار بتاعه مزبوط بسم الله دي هنزودها شوية ما بتاخدش كتير في الفرن طيب التسوية بتاعتها ازاي نونا زي تسوية الكيك زي تسوية الكيك بصوا كده نونا الوش مش متساوي بنعمل ايه عندي اتحاجة من الاتنين هيتساوي في الفرن انا معاكم واحدة واحدة ومش شرط ان انا اكمل حتى الوصفة التالت مش شرط انا اهم حاجة عندي تبقوا شايفين اللي احنا بنعمله واحدة واحدة طيب الوش بتاعه مش متساوي هنعمل ايه عندك حاجة من الاتنين اما هو كده كده هيستوي في الفرن طيب لا يا نونا انا عايزان انه هو يتساوي من دلوقت اه بصوا معلقة الوش بتاعها الزيت وهعمل كده بصوا ولا اكنينة عملنا حيث مع ان كده كده اصلا مش محتاجة ان انت تعمل الحركة دي وهو كده كده اصلا هيتعامل في الفرن شفت في لحظة عمل ازاي الوش الزيت اه الفرن بتاعنا شغلها على درجة حرارة مية وتمانين بتحطيها في الفرن تبدأ ان هي تاخد اللون التمام بتاعها نرجع بعد كده انا عايزة يا نونا اعرف هي استوت ولا ما استوتش زي ما بنعمل في الكيك خلة وفي نص القالب او في نص الصينية او في نص بولت راك زي ما احنا ما عاملين كده تلعت ان هي نظيفة وزي الفرن وزي الفرن يبقى تمام تلعت فيها لسه خليط بتسيبيها خمس دقايق كمان على حسب نوع او على حسب قوام الخليط اللي تاعها بالشكل ده صج ونبدأ ان احنا نحطها في الفرن على درجة حرارة 180 تطلع تهدى تكوني عملت السيرب ولازم السيرب يكون بارد ما يبقى السخ تهدى شوية لكن ما تبردش يعني مش تسيبيها لما تبرد خالص وترجع بعد كده تقولي ايه اصلينا قالت ان هي تبرد لا انا قلت تهدى النار بتاعتها والسخنية بتاعتها تهدى نبدأ ان احنا نسقيها بالسيرب لو انت عاملة في بولات راك بعد ما تسقيها بالسيرب يعني دقيقتين تلاتة كده تتشرب السيرب بتاعها وتبدأ تفككيها وتقليبيها زي ما احنا مقلبناها كده عاملها في قلب عادي او صانية عادية لأسيبيها عادي تتشرب براحتها وتقليبيها براحتها وتزينيها براحتها علشان تبدأ ان هي تطلع عادي يعني هي الاتنين حاطر تعالوا نطلع فاصل في الفاصل هعمل ايه بسم الله هنحضر مقادير مقادير الوصفة التالتة بتاعتنا وهي رموش الست رموش الست ما بتتعملش بيد ما بتدهنش الوش بتاعها بيد ما هي الحكاية مش طلبة زفارة انا حطها بيد في الوصفة نفسها فانا ما بتدهنهاش بيد ودي ناس كتير قوي بتبقى معاها مشكلة ان هي تيجي تاكلها او تقربة من مناخرها كده يبقى فيها زفارة هنشوف هنعملها ازاي تطلع مظبوطة او زي بتاعت برة ويمكن اطعم كمان هبعد الفاصل ان شاء الله خليكم استنيين شوية ورجعين مع نونا والبلدين اشتركوا في القناة ورجعنا من الفاصل بصوا كده احنا بنعمل ايدي الوقتي بنرس الرموش الست زي ما انتم شايفين كده وهوريكو بسرعة 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 العجينة بتاعتها بتتعمل ازاي وبتتشكل ازاي عشان تطلع الشكل ده انا بحب رموش الست بشكلها الاصلي يعني هو ده شكل الريمش ادي العين ودي ودي الريمش عيون الست رموش الست ايا كان بالشكل ده عمركم شفت رموش الست مدورة مفيش عيون ست مدورة مفيش الكلام ده اقتني عيون الست لكن جير مش الست بص الشكل عامل ازاي وخلوا بالكم ان فيها بكمبودر خلوا بالكم ان فيها مادة رفع يعني ممكن تفرش معانا ناس كتير بتعملها وتقول لي انونا دي فرش تبقى تقدي كده ما هو بيعتمد على الحجم اللي انت اصلا بتعمليها بيه فنشكل الحجم صغير ونبقى حاطين حساب ان هي هتزيد شوية علشان البكمبودر اللي محتوط هتطلع معاكي زي الفل بالشكل ده كده بسم الله ما شاء الله عليها ونبدأ ان احنا نديها رشة كده من الفصدق عايزة تعمليها سيدة طبعا هي قصمة تتبع في المحلات سيدة ما تبقاش عليها اي مكسرات طيب هنجي دلوقتي نشوف العجنة بتاعتها كانت ايه بس قبل ما نشوف العجنة بتاعتها يا جمل نزلي المقادير طيب ونطلع المبروشة بتاعتنا بسم الله انا عايزة شدي كده يلا بينا نحطها هنا نحطها هنا تعالوا الاولب اللي احنا عملناها من باقية العجنة بتاعت المبروشة انا فكتتها الحروف بتاعتها بسكينة وطلعت معايا بالشكل ده بسم الله ايه شايفين المنظر عامل ازي بصوا الصمك بتاعتها عامل ازي ودي الارضية بتاعتها ايه ودي الصمك بتاعتها ايه ودي الصمك بتاعتها طيب بنعمل كده عايزة بقى تحط لها مربع على الوشة عايزة تحط لها اصول الشوكولاتة عايزة تحط لها فكهة ايا كان اللي انت عايزة يعني ممكن نسميها ايه مني مبروشة بس ايه معالهاش البروشة اللي هي على الوشة طيب قلتلكوا لما طلعنا المبروشة من الفرد ايه واو تيجوا جنبها ايه واو تيجوا جنبها طيب سبناها بردت وتعالوا بقى دلوقت نشوف شكلها عامل ازي بسم الله ادم في حاجة ليها قاعدة متحركة بنمسك دايما من الحروف ونيجي نحط كده على طرف المطبخ واجي اسحب وروح حطة ايدي من تحت بسم الله ما شاء الله بصوا تطلع معانا كده شايفين المنظر بتاعها عامل ازاي عشان كده قلت ان احنا يبقى الحاجة ليها الشكل من الجنب بتبقى احلى بصوا كده يا جمع للشكل بتاعها ونسيبها ونسيبها بصوا ونسيبها تبرد علشان لما نيجي نقطعها تطلع مظبوطة كده احنا طلعناها من القلب اللي بقعدة طيب نعمل كده وبالراحة برضو كده وعالهادي بحدش بيجري ورانا نعمل كده اهي وابدأ ان انا اعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم عشان كده بقول نستنى لما تبرد معانا خالص عشان تطلع معانا بالشكل اللي احنا هيزينه طبعا هي لسه دافية طبعا المربة لسه معانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بصوا كده بالشكلها ازاي فيه انهيار بيحصل رحة المربة الفراولة هايلا عايزة تعمليها بمربة مشمش بمربة تين اللي انت عايزة اعمليها معانا معانا ان المقطع اللي انا شايلة بيه طالع ندفه زي الفل كده يبقى الارضية بتاعيتها تمام مفهاش ولا مربة ولا مسيلا ولا الكلام ده كله طالعوا معانا زي الفل يلا بينا ما شاء الله عليها تتسبق ايه تبرد كده وتتكل صحتين وعافية على البقر طيب يلا يا جمل بسرعة ما ادير الرموش الست معانا وانت بتقولها انا هشتغل فيها علشان اوريهم قوامل عاجينة بيبقى عامل ازاي ويشكلوها ازاي يلا بينا بسم الله ما ادير رموش الست معانا بتقول ايه يا جمل ثلاث كبايات ونص دقيق وممكن ان هي تسحب زيادة عن كده بس متزوديش اوي علشان ما تنشفش معاك وتطلع محجرة العیزها تطلع معاك مرملة وتريه معانا ثلات ونص كبايات من الدقيق ثلات ونص كبايات ثلات كبايات ونص دقيق كباية وربع من الزبدة معلاقه صغيرة بكنج بودر ومعلقه صغيرة من الفانيليا وبالطين حطيت الزبدة مع السكر البدرة بالشكل ده ساني واحد لا مش يامل ساني ساني هبدأ ان انا اخلط الزبدة مع السكر خليط كريمي كويس جدا وابدأ بعد كده اه بصوا ولازم الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ علشان تبقى نعمة بالشكل ده وتخلط معايا على طور اوريهم حتى شكل العجيل بصوا كده شايفين الخريطة عامل ازاي ما بقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة انزل بعض كده بالبيض وقادي الفانيلي كده انا هيعتبر خطر يعني عارف اديني بس دي اسلمي بصوا كده انا عشان شرحت بس وكان اهم حاجة بالنسبالي يا جماعة ان انا اشرح لكم كل حاجة مش ان انا اعملى الكوانتر مقديره بس او وصفاته بس بصوا الخليط بقى عامل ازاي انزل بايه بعد كده انزل بالسميد الاول مع البكنبودر عشان ده المقدار المزبوط عندي او ده المقدار التمام لكن الدقيق بنزل بيه شوية شوية لحد الخليط معايا ما يلم اه كده ممكن ياخده تلاتة ونص ممكن ياخده اربعة ممكن ياخده تلاتة على حسب من انت بتشتغل اه بصوا بتلم على طول ازاي زي ما عملنا المبروشة بتاعتنا اول مبشورة اه بصوا حب تضيق كمان بقت عندنا العجينة جاهزة مبتاخدش شغل كتير اه بصوا مجرد ما تلم الموضوع انتهت ابدأ ان انا اشك القالب عندي مدهون سنة بسيطة وممكن انت ما تدهنوش بس سنة بسيطة من السمنة او الزبدة اه بصوا خلاص خلصت زي ما عملنا المبروشة بالضبط بصوا البولة بقت النهية انا خلاص خلصت عرفك الله هو اكبر عليها بصوا المنظر شايفين بص بقى يا جمل معايا اه دي اه شايفين الكورة اللي انا عايزها صغلنا انا خلص ازاي مش عايزة اكتر من كده بتعملي كورة وبعد ما بتعملي كورة بتروحي ممشية كده بصوا قدت لوحدها البوزة من فوق ومن تحت بس او قديني رصيت ولو الصانية عندك ما بتلزقش ما تدينياش حيج كورة صغننة علشان يا جماعة فيها بكنبودر انا مش عايزها تفرش مش عايزها تبقى قد كده مش عايزها تعلق قد كده لا كورة صغننة اهي واروح مدية اللفة دي بنلاقيها هي لوحدها قدت الشكل ده ونعمل كده يا جمل اهي بصدهر السكينة وإحنا بنختم مع بعض حالا دلوقتي بضهر السكينة واروح عاملة كده يا جمل ما بنقطعش يا دوب بنزكت بس بقت معايا زي الفل زي كانت حلقتنا النهاردة عملنا فيها ايه عملنا فيها رموش المست بتستوي على درجة حرارة 180 وعملنا كمان المبروشة بتستوي على درجة حرارة 180 عملنا كمان الرواني بتستوي برضه على درجة حرارة 180 زي الكيك بالزبط نخلي بالنا من المقادير ونخلي بالنا من اللي احنا بنقوله عشان تطلع معاكو مزبوطة اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتك ونالت رضاكو اتمنى دايما نكون عندي حسن ظنوكو الرموش الست لما بتطلع وهي صخرة بتتسقي سيرة بارد سيرة بارد سيرة بارد وبنسيبها هتين ده شوية في الساق وبعد كده بنبدأ نشيلها علشان ما تفكش مننا خمسكو حلو ان شاء الله يا رب دايما ويجمعتكو مباركة واشوفكو يوم السبت مع حلقة جديدة من البلد يوكو المعلونة على اكوة قنوة طبخة في مصر سوفكو على خيرو سوفكو على خيرو لكو السينما موسيقى 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 موسيقى